انا نهاردة جاي اقول لكم تجربتي عن موقع سوقكم من اجمل المواقع بجد اللي انا تعملت معاها انا بقولي الكلام ده مش من نوع ادعايا والاعلان لها خالص لكن انا بتعامل معاها من زمان من قبل ما افتح القناة عندي اه اسلوبهم راكي جدا اه تعاملهم محترم انا هقول لكم التجربة اللي حصلت لي من موقع سوقكم انا كنت كنت طالبة حاجات من سوقكم كنت جايبة كنت عايزة جيب ترايبود للتصوير وكنت عايزة اه ترايبود وكنت عايزة العصاي السيلفي دي بتاعت التصوير برضو فانا كالعادة بدخل عندي اه باختار الحاجة اللي انا عايزاها اه بحطها في السلة مفيش اي مشكلة اه اه انتظر الاوردر ما يجيش انتظر الاوردر ما يجيش بعد كده طبعا انا بيجي لي قريدي رسالة على الموبايل ان الحاجة مسلا قريدي وصلت اه طبعا اه الحاجة ما جيتش اه اه ادخل اتتبع اللينك في يوم بعد طبعا اسبوع لقيت الحاجة بيقول تم مش هارفة ايه التسليم او حاجة زي كده فدخلت بجد من يعني يعتبر من اكبر الحاجات اللي عجبتني في سوقكم خدمة العملاء الناس رائعين جدا الناس محترمين جدا انا دخلت اه بعت على الميل التجربة بتاعتي ان انا مفيش حاجة اصلا قريدي جاتلي بلغوني ان في الوردرجة اه بس هلاقوا هم هناك فيها حاجات مكسورة فبالتالي مرضوش يخلوني يعني خلوها تيجي عندي فبجد انا بجد بشكرهم طبعا انا بعت الرسالة لخدمة العملاء طبعا انا مكنتش منتظرة اي حاجة من سوقكم انا كنت ببلغ عن التجربة بتاعتي لقيتهم فعلا اه بعتلي رسالة بيقولولي ناسف يا فندم احنا اسفين بجد ناس في قمة الاخلاق ناس في قمة الاحترام قالولي احنا بعتنلك اه زي نظام بونس بمية بمية وعشرة جنيه يعني تعويضا على اللي حصل بجد انا بشكرهم جدا بجد الناس دول محترمين قوي اه شركة محترمة شركة سوقكم اه تعتبر من الشركات المحترمة بجد اللي انا اتعملت معاها بجد انا مش عارفة هقول لكم ايه اه انا لما كلمتهم والله انا مكنتش في دمائي ان هما يعوضوني اصلا او في دمائي الكلام ده يعني انا عميلة عندهم اصلا فانا مش في دمائي انا كنت بملغهم التجربة بتاعتي فلقيتهم بعتنلي في حسابي مية وعشرة جنيه اه بجد بشكرهم جدا اه اسلوبهم راكي اسلوبهم محترم اه سانكيو اتمنى ان يكون شركات كتير زي سوقكم بجد انا بشكركم جدا انا طلع اقولي التجربة دي طبعا في ناس هيقولي لي هم عشان ادوكي رشوة فانتي طلعتي قلتي لا خالص هم فعلا ناس محترمة ناس كمة الاخلاق اه ربنا اعلم الوردر ده انا كنت طلبا بقيلي ماكسمنت شهرين وانا لسا يعني كنت فعلا نويا ان انا اعمل الفيديو ده واطلع واقول ان سوقكم شركة محترمة جدا اه شركة راكية جدا بنصحكم انكم تتعاملوا معاها اه في كل مكان بيبقى فيه سلبيات وفيه كل مكان بيبقى ليه عيوب اه بس بجد شركة سوقكم بيتحاول انها بجد اه ترد العميل اه يكفيني بس ان اللي بيتكلم معاكي في خدمة العمل احنا اسفين يا فاندم بيتكلم بزوق باحترام اه بصرف النظر عن التعويض اللي هم الدهولي او او لكن فعلا هم ناس محترمة اه مش عارفة اه اتمنى ان كل الشركات تبقى زيهم اه بجد الشركة دي انا فعلا بحبها قوي بجد انا بشكركم بشكر طبعا شركة امازون طبعا سوقكم دلوقتي بقت طبعا لشركة امازون انا بشكركم جدا اه ام اتمنى ان الريفيو يعجبكم والله انا طلعت قلت الريفيو ده عشان كل بنت مثلا اه عايزة تشتري حاجة اونلاين وخايفة ان هي تجبها مسلا من سوقكم لا بالعكس شركة محترمة اه تحت اي بندة هتقدر ان هي تعوضك او ترديكي اه عندهم ازاي سايكل جيت التعامل مع العميل يعني ده يكفيني بس ف فده شيء مشرف اه بجد بشكرهم واتمنى ان تجربوا منتجات سوقكم وان شاء الله تعجبكم وفي حاجة اخيرة صدقوني لكل اصحابي ده اه مش مجرد اعلان والله ما هو مجرد اعلان لشركة سوقكم من هائي نهائي لكن انا بقول تجربتي الحققية معهم بكل صدق اه بشكركم جدا اه ما تنسونيش في لايك ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب والى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهاتي اشتركوا فيديو جديد من 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 اشتركوا